السلام عليكم ترى لماذا يخوفنا الأطباء من الكوليستيرول السيء رغم أن له الكثير من الفوائد التي تحدثنا عنها في الفيديو السابق تابعوني لآخر الفيديو لتعرفوا لماذا يخوفنا الأطباء منه أولا أود نصيحة الجميع بالصيام لمدة 14 إلى 16 ساعة قبل فحص كوليستيرول الدم السيء ولا بأس من شرب الماء في هذه الفترة لكي يكون فحص الكوليستيرول أدق ما يمكن لقد ذكرت في الفيديو السابق أن مستوى كوليستيرول الدم يجب أن لا يتجاوز 160 ميلي جرام عند الأشخاص الأصحاء بينما عند مرضى القلب مرضى داء السكري مرضى ارتفاع الضغط الشرياني مرضى سوابق السكتة الدماغية يجب أن لا يتجاوز مستوى 130 ميلي جرام لكل 100 ميلي جرام حتى أن بعض الدراسات تؤكد على أن مستوى كوليستيرول الدم السيء يجب أن لا يتجاوز مستوى 100 ميلي جرام على 100 ميلي دم في الحالات عالية الخطورة على الصحة عموما هذا يعود تقديره إلى الزملاء أمراض القلب وأطباء الباطنية المسؤولين عن ضبط الكوليستيرول عند مرضاه وعند ارتفاع الكوليستيرول فوق هذه المستويات يبدأ بالترسب على جدران الشرايين وبسبب طبيعته الشمعية فإن جدران الشرايين التي ترسب عليها البروتينات الشحمية التي تحمل الكوليستيرول السيء عادة تبدأ بالتصلب والذي يعرف بالتصلب العصيدي وتفقد الشرايين تدريجيا مرونتها إضافة لحدوث تضيق لمعة بعض الشرايين بسبب ازدياد حجم هذه العصيدة التدريج هذا يعني تناقص كمية الدم الغني بالأكسجين باتجاه الأعضاء النبيلة مثل القلب والدماء إضافة إلى شرايين الأطراف السفلية أضف إلى أن تصلب جدران الشرايين يؤهب لحدوث ارتفاع توتر الدم الشرياني إن ارتفاع كوليستيرول الدم من الأمراض الصامتة المخادعة للإنسان بحيث لا يظهر على الشخص أي مرض حتى يستمكن منه لذا يشدد الأطباء على الفحص الدوري للكوليستيرول بفترات دورية لكشف أي خلل بالكوليستيرول السيء وضبطه آم تعالوا أعزائي نستعرض أسباب ارتفاع الكوليستيرول السيء يمكن تقسيم أسباب ارتفاع الكوليستيرول لنوعين أساسيين الأول ونسميه أسبابا شخصية أي بإرادة الشخص والنوع الثاني هو الأسباب الموضوعية وهي الأسباب المرضية أكثر الأسباب الشخصية المؤدية لارتفاع الكوليستيرول السيء هي زيادة الوزن خاصة عندما يكون مؤشر وزن الجسم أعلى من ثلاثين وكذلك قلة النشاط البدني وكذلك زيادة الوارد من الأطعمة الحاوية على الكوليستيرول السيء وقد ذكرناها في الفيديو السابق مثل صفار البيض واللحوم الحمراء وبدرجة أقل اللحوم البيضاء وكذلك الجنبر من الأطعمة الحيوانية البحرية وكذلك عند الحديث عن الألبان ومشتقاتها والسمن البلدي والزبدة والأعضاء الداخلية للحيوانات مثل الكبد والقلب والكليتين والدماغ حيث تكون غنية جدا بالكوليستيرول السيء أود التنبيه إلى أن الاكثار من الساكروز وهو سكر التحلية المعروف والفيركتوز وهو السكر الموجود في الفواكه يلعب دور برفع أنسلين الدم وبالتالي يؤدي إلى رفع الكوليستيرول الضار LDL ونقص الكوليستيرول المفيد HD الساكروز وهو ناتج اتحاد سكر الفيركتوز مع سكر الجلوكوز والساكروز يتواجد بكثرة في الشواندر السكري وفيما يعرف بالبنجر وكذلك في قصب السكر ومنها يستخرج السكر المعروف النوع الثاني هي الأسباب المرضية والتي تتسبب بأمراض القلب والشرايين وأمراض السكتة الدماغية والتي على رأسها ارتفاع الكوليستيرول العائل يحدث فرض كوليستيرول الدم العائل بسبب مورثة تنتقل من أحد الوالدين أو كليهما الأشخاص المصابون بهذه الحالة تكون معهم منذ الولادة يمنع هذا العيب الجسم من التخلص من نوع الكوليستيرول السيء LDL الذي يمكن أن يتراكم في جدران الشرايين ويسبب الأمراض المختلفة على القلب والدماغ وبقية الأعضاء هؤلاء المرضى يعانون من ارتفاع الكوليستيرول السيء LDL منذ الولادة وبالتالي هم مؤهبون لحدوث أمراض القلب والشرايين بأعمار مبكر لذلك يجب ضبط الكوليستيرول بشكل جدي بإشراف زملائنا أطباء القلب الأعزاء يجب التنبيه لدور تدخين السقائر والنرقيلة بزيادة ترسب الكوليستيرول السيء على جدران الشرايين صحيح أن التدخين لا يزيد من مستوى الكوليستيرول في الدم لكن التدخين يؤذي الغلاف الداخلي للشرايين والتي نسميها طبيا بطانة الشرايين وهذه الأذية تساهم بقوة بزيادة ترسب الكوليستيرول السيء على جدران الشرايين محدثة تصلبا وتضيقا تدريجيا للشرايين الدموية وفي مراحل لاحقة تؤهب للدبحة الصدرية وتزيد من احتمال حدوث احتشاء في العضلة القلبية واحتشاء دماغي وانسداد في شرايين الأطراف السفلية وهو ما يعرف بمرض بيرغر ومن الأمراض الأخرى التي تؤثر في مستوى الكوليستيرول هو الداء السكري يعمل الداء السكري على خفض الكوليستيرول الجيد HDL ويزيد من الشحوم الثلاثية المحملة بالكوليستيرول منخفض الكثافة جدا VLDL وأيضا هذا يزيد من تكدس الكوليستيرول على جدران الشرايين خصوصا القلبية والدماغية وشرايين الأطراف السفلية وكذلك من الأمراض الأخرى التي تلعب دورا في رفع الكوليستيرول السيء هو قصور الغدة الدرقية يؤدي خمول الغدة الدرقية إلى رفع الكوليستيرول السيء LDL وبالتالي زيادة احتمال حدوث أمراض القلب والشرائي لقد ذكرت في الفيديو السابق أن معظم الكوليستيرول السيء يتم تصنيعه في الكبد وأن القسم اليسير فقط هو الذي يأتينا من المصادر الخذائية الخارجية لذا أردت مشاركة أحباء الأعزاء الذين يشاهدوني أنه يتوجب على الجميع مراقبة الكوليستيرول السيء وشحوم الدم الثلاثي بشكل دوري اعتبارا من سن الخامسة والعشرين عند الذكور الأصحاء وسن الخامسة والثلاثين عند الإناث الأصحاء والكلام هذا لا ينطبق بطبيعة الحال على الأشخاص المعروف لديهم ارتفاع في كوليستيرول الدم العائلي ولجميع أحباء الأعزاء سأحدثكم في الفيديو القادم بمشيئة الله عن كيفية ضبط وخفض الكوليستيرول السيء LDL ورفع تركيز الكوليستيرول الجيد HDL دمتم بخير دمتم بخير